لكن التعادل مع إفرتون وبعض الناس بتقول يعني كان فيه تصرع شوية من إدارة سوتنهام لرحيل نانو سانتو عن الفريق ولا أنت شايف أنه كان خلاص دور انتهى أنا كابتش شاف أنه نانو سانتو أخطأ النوصاب وولفر هامبتون الفريق اللي عمل معاه أفضل إنجازات المسلم اللي فات اللي بدأ اسمه نانو سانتو يتردد في أوروبا كلها كمدرب قادم قاله عليه خلاص مدرب قادم من ضمن شريحة المدربين الكبار زي يورجين كولوب وزي كورديولا وكده الرجل ركب السلم خلاصه داخل السكة دي لكن للأسف بدأ بعد كده نتائجه مع توتنهام لم تكن مشجعة فريق توتنهام أحد الفرق الكبيرة في إنجلترا اللي الجماهير عندها جماهير وبتنتظر منها الكتير كونتي البداية أنا مش شايفة وحشة لأن انت بتلعب إفرتون إفرتون فرقة كويسة جدا بتلعبه على أرضه تعود من هناك بنقطة أنا شايفة بداية قد تكون جيدة لأنطونيو كونتي مع الفريق دايما كونتي ويمكن من أسباب رحيل رغم فوس كونتي بالسرية A ورحيله عن الإنتر كان لي ليه استراتيجية معاينة كونتي من المدربين اللي بتحب تجيب لعبة كتير بيشوف المراكز بغض النظر عن البودجت بغض النظر عن الترانسفير ومن الواضح أنه عايز يستجلب أو يجيب بعض اللعبة الإيطاليان لتوتنهام للمشاركة ويمكن في خلال الترانسفير اللي جاي خلال يناير اللي جاي يعني أنت اي رأي كمان في الاستراتيجية ديت هل كنت من المدربين الأكيد حيجيبه 3-4 لعيبة من خلال الترانسفير اللي جاي ويكون لعيبة من الدور الإيطالي؟ أحد شروطه يا كابتن لما وقع العقد مع رئيس نادي توتنهام إن عدم التفريط في النجوم وخاصة هاركين اللي كل العالم بيسعى خلفه طريبا أندات العالم بيسعى خلفه أهل نهاجي نفس اللي عملوا بالزبط في فرقة زي ما احنا عارفين هو ساب إنتر ميلا عشان باع لوكاكو أشرف حكيمي وباع الفرقة فأنا مش هستمر في الفرقة مش هقدر أستمر هي دي السياسة وهي دي النهج اللي بيسير عليه كونتي كونتي مدرب دايما بيحب عنده ترسانة من النجوم بيحب إباد على الدكة فريق تاني زي اللي بيلعب جوه الملعب وهو ده بيحضر دلوقتي خطته قدم خطة لإدارة توتنهام ببجت معين كبير تحط وقال إنه هو عايز اللعيبة دي في المركات الشتو المقبل وهدد فعلا في البداية زي ما قالت تقرير الجزاء إنه لو لم يتم توفير هؤلاء اللاعبين مش هقدر يستمر هل حدد أسماء يا هاب؟ هل في أسماء بعينها؟ أم لا لسه الأمور مش بينهم؟ قال هيقدم يا كابتن هو كان فيه تقرير منشور في القصة دي قال إنه خلال بعد ما يقود الفرقة في عدة مباريات قال أنا هقدم تقرير وافي للإدارة باللعيبة اللي محتاجها والمراكز اللي محتاجها للتدايم ولكن اللي أكد عليه إنه اللي أنا برضو عايز أقوله إنه هو ما بيعتمدش مش زي برشلونا كي مدربين يجي برشلونا يبص للا ماسي وطلع نجوم منها هو عايز اللعيب الجاهز عن طريق كنتي مش مدرب بتاع العيب ناشئ أجيبه أعمل منه نجمه وأقدمه للجماهير زي ما حصل في برشلونا السنة دي نجوم كتير جدا برشلونا جاية يا كابتن يعني هنيجي ليه بس هو جاي نجوم صغيرين كلهم ده مش كنتي كنتي لأ كنتي هاتلي لوكاكو هاتلي رونالدو هاتلي ميسي دي سياستو عشان يستمر الفريق في بعض التقارير بتقول إنه كيسي طبعا اللعيب الوسط الملعب طبعا الراعي أنا بشوفه من أفضل لعيب خط النص على مستوى العالم ممكن يكون متواجد في توتن هاي